وللمزيد حول الاجتماع ينضم إلينا من فندق جي دابليو ماريوت مراسل تلفزيون دولة الكويت يوسف صفر يوسف كيف جاءت نتائج الجسد الافتتاحية لاجتماع الخبراء؟ نعم مساء الخير زملائي ومساء الخير عزاء المشاهدين مشاهدين تلفزيون دولة الكويت نحن الآن متواجدون في فندق جي دابليو ماريوت تم اجتماع خبراء رفعين المستوى لإعادة إعمار العراق ودور المؤسسات التمويلية أكثر من سبعين دولة مشاركة في هذا المؤتمر ونحو 1850 شركة عالمية مشاركة في إعادة إعمار العراق أيضا منظمات دولية وأقليمية تشارك في هذا المؤتمر في سبيل الإعمار المؤتمر يعقد برئاسة جهات الاتحاد الأوروبي والعراق ودولة الكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي وأخيرا كل هذه الاجتماعات تصب في هدف واحد وهي كيفية إعادة إعمار العراق وطرق الاستثمار فيه ودعم الاستقرار من خلال تحقيق التعايش السلمي وللمزيد من التفاصيل نصديف معنا سعادة محافظ نينواء الأستاذ نوفا الحمادي السلطان ليحدثنا أكثر عن ما تمخذ منه هذا الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم دولة الكويت حكومة وشعبا نتقدم بالشكر والعرفان على هذه المبادرة التي تم استضافة ما يقارب أكثر من سبعين دولة وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية عربية وعالمية ما يقارب أكثر من ألف وثمانمائة شركة الحقيقة صباح هذا اليوم تم افتتاح هذا المؤتمر لرعاية اعتمار العراق بشكل عام لكن هو التركيز الأكثر يكون على محافظة نينواء كون محافظة نينواء هي المحافظة الأكثر تضررا من بين المحافظات الحقيقة تم استأراض ما تم تقديمه من قبل المنظمات والدول المانحة لمحافظة نينواء خلال ما بعد عمليات تحرير يوم غدا إن شاء الله سوف يكون هناك اللقاء الثاني مع كافة الشركات الاستثمارية لطرح الفرص الاستثمارية لكافة الدول العربية الشركات العربية والمحلية والعالمية لخلق استقرار وتطوير وعادة عموم العراق وبشكل خاص محافظة نينواء كونها محافظة صابها ما أصاب من نكب وويلات لأهلها وللمدينة نعم سالة المحافظ لوفل حمادي سلطان شكرا جزيلا لك هذا في شكل مبسط وسريع عما تنخض منه هذا الاجتماع وعودة للزملاء في فيديو الأخبار نعم يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك